أنت لو معاك ملايين الدنيا ومعاكش نور في قلبك لا يمكن تحس بالأمان ولزيك اكتب على قلبك أن المخاوف والمخاطر لا تجلب الأرزاق ولا تدفع البلاية ولكنها تستهلك القلوب وتلوث بظلمتها البواطنة والحشاية فلا تخف لا لأنك لست وحدك بل لأنك لن تعرف الوجود إلا بمدد وسند من الحفيظ الودود فعيش آمنا فحياتك بيد من له عجائب التدبير ومن لطفه وحفظه لك ليس له حدود الله سبحانه وتعالى حفظ لك لا حدود له حتى لو وصل حفظ لك ده إيه يا شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فأهم حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده إنك لازم ما تخفش من أحداث حياتك عشان أحداث حياتك دي مش هي اللي بتصنع حياتك اللي بيصنع حياتك هو الله ما زالت حياتك الذي يصنعه وهو الله هو الآن على ما عليه كان كل شيء بيدي وكل شيء بقدري وهو فعال لما يريد ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حب ينهي الخوف على إنه يدمر حياتك ينهي كل الأشياء دي فجعل الخوف كله في مكان واحد بس فقال الله سبحانه وتعالى وَنِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ يعني إيه؟ ما فيش حاجة تستحق إن انت تخاف منها وتحس إن هي تدمر حياتك واحد بس أو اللي انت ينفع إن انت تخاف منه هو الله يعني إيه؟ يعني أنا ما أعملش حاجة وأقول إن أنا مش خايف وأقول إن أنا مش حاسس بالخطر الخطر ده إمتى بيحس بالإنسان؟ سؤال في هدوء أهو إمتى بيحس الإنسان إن هو في خطر؟ لما ما يكونش عنده الحماية لما ما يكونش عنده الرعاية لما ما يكونش عنده الحفظ وإنت عندك فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إنت في أمان الله إنت في حفظ الله وعشان كده كان غريب قوي إن الخوف يجيب جنة ولمن خاف مقام ربه جنتان كان غريب جدا إن إحنا نتكلم عن جنتين مش جنة واحدة ليه؟ ما إحنا عارفين إن الجنة يدخلون الجنة آه بس هو اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى هيدخل في حماة ففروا إلى الله فلما يدخل في حماة هايشوف الدنيا جنة فتدخل جنة مولاكة سبحانه وتعالى في الحياة الأولى قبل أن تدخل الجنة في الحياة الآخرة جنة الحياة الأولى اللي هي جنة الدنيا اللي مفهاش مخاوف بتقلق ما عندهاش مخاوف بتخليك حاسس بالخطر بس عندها أحداث شديدة أنا بقول لك اسمها شديدة آه بس هي اسمها شديدة جاية من من الشدة مش جاية من الشدة جاية من الشدة يعني هي بتجذبك إلى الله عشان تعرف إن حياتك بيد إلا أنت عملت اللي عليك اجتهد صرت في الطريق إلى الله أخذت بالأسباب إذن لن يضيعك طب أحمل إيه في الخطر اللي أنا حاسس به خوف اللي أنا حاسس به ألا بذكر الله تطمئنه القلوب ولذلك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله لو قمت باللي أنت بتعمله قمت بالواجب اللي عليك خلاص لو توكلتم على الله حق توقلي تعالى بس نفهم شوية لو توكلتم على الله حق توقلي أنا رزقكم كما يرزق الطير إنت إيه الشعور اللي بيكون عند الطير ويا خارجة لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى أكتر شعور أنت لازم تعيشه دلوقتي وانت حاسس بالخطر وليه ربنا جاب كل المخاوف دي مش عشان تحسسك بالخطر لكن عشان تربيك وتدربك وتأخذك إلى ماذا؟ إلى ساحة لا حول ولا قوة إلا بالله في بعض الناس عاي تقول أنت عايزنا نبقى عندنا بلادة لا أنا مش عايزك تبقى عندك بلادة أنا عايزك تعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطى الحياة وزيادة أعطاك الحياة وزيادة إيه هي الزيادة؟ معيته معيته اللي بتشبه لقاء الله سبحانه وتعالى في الجنة أن الله سبحانه وتعالى يعطي الجنة يعطي أهل الجنة الجنة ويعطيهم الزيادة بأن يلقوا الله سبحانه وتعالى لما يذهبوا يوم الجمعة ليلقوا الله سبحانه وتعالى في سوق الجنة أنت كمان ربنا أعطاك في جنة الدنيا دي أعطاك جنة الحياة الأولى دي أعطاك الحياة وأعطاك زيادة زيادة إيه؟ أن بيده الأمن الأمن اللي أنت هتحسه أمتى؟ لما تسمع كده بقلبك الله لطيف بعبادي لما تسمع بقلبك أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا كان الله قريب فإيه اللي يخليك تقدر تخلي المخاوف وتخلي المخاطر أقرب إليك من ربنا وعشانك كده جرب أنك تحط المخاوف وإحساسك تعالى أن نعمل تدريب مع بعض جرب أن أنت تحط المخاوف الخوف وإحساسك بالخطر في ساحة مولاك